أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من طراز سوخوية 27 في منطقة شمال شرق موسكو صباح الخميس ومسرع قائدها وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرة كانت تقوم بتحليق مخطط له دون سلاح على متنها مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار مدية أو سقوط ضحايا على الأرض وسقطت المقاتلة في غابة وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أن سبب السقوط يعود لخلل فنية